خلي بال حضرتك في مستويات الحداشر قيمة دول ده منتفق عليهم ما بين البشر وبين الأنظمة وهو ده اللي احنا بنسميه في القانون النظام العام والأداب صحيح يقولك لأنه خالف النظام العام والأداب ومخالفة النظام العام والأداب دي تهدم المجتمع ولذلك قد تصل إلى الإعدام لأنه قد يكون خيانة عظمة صحيح بأنه خالف النظام العام والأداب لكن في مستوى تاني اللي احنا بنسميه في البلد بتاعتنا الأصول اللي هو ما يصحش يصح ما يصحش انك ما تروحش تعزي ما يصحش انك ما تروحش تجامل في الفرح ما يصحش انه هو يعني وهكذا اللي صحه اللي بنصحش ده هو اللي بيحاولوا منه انهم يقولوا بنسبية الأخلاق احنا بنقول لهم لا ده مستوى معين لتصرفات معينة ممكن العرف يختلف من مكان لمكان ممكن العرف يخلي الست تلبس بيض كل ستات البلد من أولهم لأخي حين الحزن البلد بتاعتنا بتلبس اسود لكن في بلاد تانية بتلبس صابيط اللي كان زمان لما يجي خبر ان واحد استشهد ومن ستات ظهرت انه داخل الجنة يعني الأعراف ده ربنا قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهدين لكن قضية الأخلاق هي قضية مطلقة لأنها مش هي دي مش هي العرف ده قضية الأخلاق هي تلك الصفات التي يتحلى بها الإنسان فتحدث التخلية من القبيح والتحلية بالصحيح صحيح